عقد الرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعاً مع الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية الشريف صدقي تابع خلاله عدداً من ملفات العمل خلال الاجتماع استعرض الرئيس التنفيذي للوكالة الموقف التنفيذي لمنشآت المدينة الفضائية والموقف التنفيذي لتوطين تكنولوجيا الأقمار الصناعية بالإضافة إلى ما يتعلق بتأسيس شركة مساهمة لتصنيع مكونات الأقمار الصناعية وأشار الصدقي إلى أن مصر فازت برئاسة لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي والتابعة للأمم المتحدة وهو ما يعد إنجازاً كبيراً حيث أنه لأول مرة منذ تأسيس اللجنة في ديسمبر من عام 1959 أن تترأس أعمال اللجنة دولة إفريقية